النهاردة حبيبي اعمل مع بعض عصير الاناس ان اعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا حبيبي وتعرف بيدا نشوف مع بعض شكل العصير والطعم انتهى جميل جدا اعمل له النهاردة بمكون واحد اعمل به عصير الاناس بطريقة بسيطة جدا تابعيني حبيبتي لنهاية الفيديو عشان تشوفي معي الطريقة خطوة بخطوة ولو الطريقة عجبتك حبيبتي فضلا وليس امرا ما تنسيش كده لانت تدعي لي دعوة حلوة وتدعميني باللايك والشير تابعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللاف مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي تعالوا بينا حبيبي نبدأ الفيديو كده بالصلاة على رسول الله على الفضل الصلاة والسلام ونشوف عن احتاج ليه انا معي واحدة كده من الكنتالوب هنبدأ لنا غسلها كويس الاول وحنبدأ لنا منطحها كده معاكم ونقشرها ونشوف وده كده كده كيس من عصير الاناناس ونحتاج يعني نص كباية كده من السكر او اربع معالق كبار كده من السكر ومعايا رتل كده من المياه زي ما احنا شايفين مكونات بسيطة جدا طيب اه هي الفكرة النهاردة اللي انا حبيت ان اعمل معاكم عصير الاناناس لان ساعات احنا بنجيب الكنتالوب فبيبقى طعم بتاعه مش بسكر كده فممكن تستفادي به وتعملي به الوصفة ديت عصير الاناناس دهوت بطريقة بسيطة جدا اكياس العصير ديت دي بتديلك طعم عصير الاناناس بالزبط العصير الاناناس بقى اللي هو الاناناس الغالي فيعني انت عما بتعمل الطريقة دي بيطلع معاك بالزبط اكنك عاملة عصير الاناناس اللي هو الاناناس الغالي فاتمنى لطريقة بسيطة ديت تنال اعجابكم انا كده اشرت الكنتالوب كده وقطعته زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى لنا هنحطه في الخلاط وبعد كده هنضف له السكر. لان انا عاملة كمان واحدة صغيرة فمش محتاجة سكر كتير. هو بس يعني زي ما احنا شايفين. هي الكنتالوبية كده صغيرة نفس الحجم اللي اتشوفتوه. يعني بتعملك طبق كده متقطع كده من الكنتالوب. وبنبدأ لان احطها في الخلاط ونحط السكر. نص كباية كده صغيرة من السكر. نص كباية كده من السكر. او السكر يعني على حسب الرغبة يعني. ودوقتي هنحط بقى ايه? هنفضي عصير العصير الاناناس. يعني هي كمية السكر هنحطيتها يعني نتعمل لها من 4 ل5 معالي. فضيت كده كيس عصير الاناناس. هنبدأ بقى لانا نفضي المية. وبعد كده اضربه كده. اضربه كده في الخلاط. لحد ما يبقى مفيش الاناناس فيه خالص قطعة من الاناناس. دلوقتي بقى ايه? هنبدأ لانا نغطي بقى الشفشة ونضربه. وبعد كده هتشوفه معي. طبعا عايزة انت قوام تقيل فما تحطيش مية كتير. فانت على حسب القوام العصير اللي انت عايزة فما تحطيش ما تزاوديش مية. عايزة قوام خفيف ممكن تزاودي. عايزة تقيل ما تزاوديش مية كده. والسكر طبعا انت بتتحكمي فيه على حسب ما انت عايزة تقدري اللي انت تضيفي السكر. دلوقتي بقى ايه? هننضربه كده هوت لحد ما يختلط الكويس وما يباش فيه قطع اناناس ايه خالص. بنبدأ بقى اللي انا نقدمه معكم ونشوف. يعني انا ما حبيتش لانا احط مية كتير استكفيت بالريتل المية اللي انا اللي انتو شوفتوه. لان انا مش عايزة لانا احط مية كتير ويبقى عبارة عن مية. فبس كده هوت يعني زي ما احنا شايفينا هوت. انا كده خلصت خلاص. بدأت بقى اللي انا جبت الشفشة وحنبدأ اللي انا هنحطه فيه. وهو طبعا عصير ده هوت يعني حت عبت لما انت بتسيبيه شوية في الشفشة فهو بيبدأ اللي الاناناس بيطلع كده لفوق. اه اللي هو الكانتالوب وامية بتبقى تحت فانت ساعة ما بتيجي تقدميه فبتديله تقليبه الاول في الشفشة بمعلقة. وبعد كده بتبدأ اللي انت بتسبيه. اه في الكوبايات وتقدميه. اه بس كده حبيت بس اقولك المعلومة ديت. اه لان طبعا احنا عارفين العصير ده هوت. اه لازم يتقلب قبل التقديم على طول. وبعد كده بتقدميه بقى. وآه بقى طبعا اه احنا الجاول يومون دول يعني مش محكينا احنا نحط معاك كتعة تلقي ولا حاجة. فااا اه لوانت عامل المشروب ده هوت والجاو حر جامد. فممكن عايزة تحطي قتعة اه مكعبات تلقي كده في الكوبايات. فا دي براحتك آآ يعني اه حاجة بقى إيه ترجعليك. تقديم حاجة يرجعليك. آآ زي باح لا شايفين اهوت. انا كده حاطيت شوية مية بس فى الشفشة عشان اخد كل اللي فيه وبدأت اللي أنا حطيتهم كده صبيتهم في قلب الشفشة وده كده بقى إيه العصير هوت كده هنبدأ بقى اللي أنا نجيب بقى الكاس كده ونقدمه إيه نقدمه مع بعض كده حبيبي وتشوفوا بقى إيه وتشوفوا شكله أنا هناك بس نسيت عملها بقى في الغطى بقى تزرع الحتة ديك نسيت أشيل الغطى اللي جوة فحنبدأ بقى إيه اللي أنا نشوف نزبط الموضوع دلوقتي اهو تخدت بقى لي بقى أنا مرضيتش أشيري حتة ديت فقلت بقى لأنا أسيبها ما كنتش فاغدة بقى لي ساعتها فحنبدأ بقى لأنا نديله تقليبة زي ما شفنا لازم تديله تقليبة بالمعلقة الأول وبعد كده بتبدأ اللي أنت بتقدمي يعني بس الطعم المتاعه بقى إيه الطعم المتاعه خطير فعلا وطعمه فعلا جميل جدا نه جربوا حبيبي الطريقة ديت وإن شاء الله كده طريقة البسيطة السهلة ديت تنلقى أعجابكم وتكونوا استفدتم بالفيديو النهاردة زي ما احنا شايفين هو تنقرب تلك الكاميرا عشان تشوفوا شكله وشايفين اللون بتاعه على فكرة الإضاءة كمان بفتحها اللون بتاعه كمان يعني اللون بتاعه جميل جدا يعني إن شاء الله كده ما تعملوه تجربوه إن شاء الله النتيجة فعلا تنلقى أعجابكم بإذن الله زي ما احنا شايفين حبيبي بنا كده عملت معاكم عصير أناناس بطريقة سهلة وبسيطة جدا ولو حابين تعرفوا المزيد من العصائر أنا عاملة قائمة تشغيل موجودة في قلب القناة فيها كل مشروعات رمضان شهر رمضان اللي أنا عملتها السنة دي أو السنة اللي فاتت أو اللي قابليها فتقدروا لإنتوا ترجعوا للفيديوهات دي لأن أنا عاملة وصفات جميلة جدا لعمل العصائر فإن شاء الله كده تستفدوا منها وعصائر مفيدة وتفيد الجسم كمان تفيد جسمنا وجسم أولادنا حتى لو أنا مستخدمها النهاردة أكياس العصير دي بس أنا حبيت أن أدخل معاها حاجة طبيعية اللي هو الكنتالوب وإحنا عافين فواد الكنتالوب لها فواد جميلة جدا للجسم وكده يعني فحتى لو أنا بستخدم لو عطلحظوا لو أنا لما بستخدم الأكياس دي فلازم بدخل معاها حاجات برضو طبيعية عشان يبقى المشروب له فوائد لأن الأكياس دي الوحدية لما بيجي بيها وبتعمليها اللي هي أكياس العصير سريعة التحضير فما بيباش فيها أي فايدة يعني فلما بتدخلي معاها حاجات طبيعية فدي بتدي فايدة بتدي يعني بتدي الجسم فايدة يعني فبتفيد الجسم أتمنى حبيبي اللي أنتوا تكونوا استفدتوا من النهاردة وتقولوا رأيكم كده هوت في العصي وشكرا حبيبي على المشاهدة كان معاكم حنان الورائي مطبخ طلباتك أوامي وما تنسونيش حبيبي ما تنسونيش كده حبيبي تدعولي دعوة حلوة كده هوت وشكرا للمشاهدة ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة